محمد بن دينة بزيارة سعادة أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعالية النسخة التاسع عشر من قمة حوار المنامة الفين وثلاثة وعشرين والتي تعتبر منصة دولية رفعات تبحث الرؤى حيال القضايا والتحديات الأمنية في إطار تعزيز العمل المشترك لترسيخ الأمن الإقليمي والسلام العالمي وأكد معا لوزير الداخلية أن إطلاق وزارة الداخلية لعدد من البرامج والمبادرات الهدفة لترسيخ مبادئ التعايش السلمي ومكافحة التطرف من خلال استخدام التعليم في تعزيز التسامح والسلام والاحترام المتبادل وفي مقدمتها برنامج مكافحة العنف والإدمان معا يتماشى مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة ومنها محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بجانب تطوير العمل المشترك فيما يتعلق بمواجهة المتطرف العنيف ومكافحته عبر الإنترنت وذلك في إطار تعزيز تبادل الخبرات ومجابهة التحديدات الأمنية ترجمة نانسي قنقر